السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباي وإزايكم عاملين إيه؟ النهاردة درسنا هيكون مشوك جدا بس قبل ما نبدأ الدرس تعالوا معي ونسمع قصة جميلة قصتنا بتقول إيه؟ كان فيه راجل عجوز الراجل ده عنده ثلاثة أولاد الثلاث أولاد طبعا بيحبهم سي بعض بس كل ولد كان ليه طبع طبع الأول أو الولد الأول كان شيء خالص بس كان عنده ولدين الولدين دول أكيد تعرفنا عن يوم قبل كده كان اسمه إيه الولد ده؟ كان اسمه ضمير المتكلم بس أحب يقوله عن نفسه ضمائر لأنه عنده كم ولد اتنين أنا ونحن طبعا كلنا أول ما قلنا ضمائر المتكلم افتقرنا هو عبارة عن إيه؟ أنا للمفرد المذكر أو المؤنس ونحن للجمع سواء المذكر أو المؤنس جميل شو طارس أنا أقولة طيب كنا قبل كده إنتخدنا القصة دي ووقفنا هنا أم القصتنا بقتها بتقول إيه؟ فاكرين البنوتة التانية دي بنته التانية جميلة خالص ودايما كل ما تحب تكلم باباها أو مامتها تكلمهم باحترام وتكلمهم وتقول حاضر حضرتك حضرتك طيب لو إحنا قلنا ما بتتكلم باحترام يطرى سمها إيه؟ بيحب دايما يجي بقى قدامه ويتكلم معاها تعالوا نتعرف النهاردة اسمها إيه؟ برافو ضمائر المخاطب طب يا بس هواحنا ليه بنقول عليها ضمائر مش ضمير لأن برضو بنته الجميلة اللي اسمها المخاطب عندها كزا ولد طب يا طرى عندها مين؟ تعالوا نشوف أولادها أول صورة قدامنا ولد شطور بيرفع إيده يطرى بيقول إيه أنا؟ طبعا لو جيه يتكلم عن نفسه هيقول أنا لكن هنا إحنا لو إحنا شاورنا علينا نقول إيه؟ أنت أنت كمان قلوا معايا كده شطار أنت طب يا ميس حضرتك قلت عليها أنت ما قلناش أنت ليه؟ لأن ولادي شطار عارفين أن التأفق إيه فوق راسها هكون حركة الفتح ممتازين يا سنة أولة يبقى إحنا عندنا أول ضمير من ضمائر المخاطب أنت أنت طب تعالوا نشوف مع بعض لو قلت أنت ذهبت أنت أخذت أنت قطفت ها مين شاطر هيقول لي كده فهم النهاردة؟ فهمنا؟ برافو أنا سمع صوتكم الحلوين فهمنا يا سنة أولى أن أنت هتكون المفرد عمرها ما هتيجي للجمع تمام؟ طب لو قلنا مفرد يا ترى هيفكر معايا كده مذكر أم مؤنث مذكر أم مؤنث أنت أنت برافو سنقول شطار إحنا قلنا السورة اللي كانت قبلها كانت سورة ولد يبقى أكيد المذكر تاني حاجة يا ميس إيه؟ إن إحنا عندي أنت عليها فتحة تدل النهية هتكون للمذكر ذهبت ما قلتش ذهبت قلت أنت أخذت ما قلتش أخذت أنت قطفت جميل يبقى نراجع تاني مع بعض ونقول ضمائر المخاطب الإبن اللي عندها الأولين اسمه أنت طب تيجي نشوفها عندها مين تاني؟ برافو سورة تانية قدامنا بنوتا بنوتا بقى نقول عليها إيه؟ لو جات تتكلم عن نفسها في ضمائر المتكلم هتقول برضو أنا لو جات بقى في معانا في ضمائر المخاطب هتقول إيه؟ أنتي أنتي إحنا اللي بنتكلم عليها بنشاور عليها لأن مامتها كانت شطورة ومقدبة أما تيجي تتكلم مع باباها أو مامتها أو أي حد بتتكلم وهي قدامه ما جاتش بتبقاش موجودة دي مخاطب موجودة طب تعالوا نشوف هقول إيه؟ أنتي ذهبتي أنتي أخذتي أنتي قطفتي ما قلتش أنت قطفتي أو أنت ذهبتي طب يا ميه السارة؟ طيب الكلمتين شكل بعض خالص أنت شكل بالزبط أنتي طب إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم الحركة لو مذكر هنقول إيه؟ أنت أما لو مؤنس هنقول إيه؟ أنتي هنضع الحركة لو مذكر الحركة الفتحة هتكون الحركة هتكون من فوق الحركة تيه وهيكون فتح أما لو مؤنس هتكون الحركة تحت حرف تيه وتكون أنتي طب بنوتة شاطر هتيجي تقول لي حايد يا معلمتي لو أنا محطتش الحركة لا طبعا هنميز بين أنت وأنت بوجود الحركة هنميزها بوجود إيه؟ الحركة تمام شطار كده بقى عرفنا النهاردة أن أنت للمفرد المذكر مثل أنت طالب أنت للمفرد المؤنثة مثل أنت أنت طالبة أحسنتم هيا بنا إلى عالم الأسئلة لو قلنا استخدم أنت وأنت في جمل من عندك هيا سمعيكم وشايف الشطار اللي بيذكروا مركزين جميل هنقول إيه أنت طالبة ممتازة أحسنتم ها أنت مين هيقول لي أنت؟ هنقول إيه أنت رجل كبير ممتازين يسنة أولى أحسنتم ها لو قلت مثلا وليكن أختي هنقول إيه أنت؟ لا 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 خالص أنت أختي الكبيرة أحسنتم إيه سنة أولى طيب يلا بقى عالم أسئلة آخر مع أمي أو أبي اختر الضمير المناسب أنت أنت رقم واحد طالب مجتهد هقول إيه أنت طالب مجتهد أم أنت طالبة مجتهدة فكر وجاوب معلمة ممتازة أنت معلمة ممتازة إيه ده؟ نفع نفع كده خالص معلمة فكروا أم أنت معلمة ممتازة مصري ها هقول أنت مصري أم أنت مصري نحلهم ولو أي سؤال إحنا معاكم وبإذن الله نتقابل في درسي جديد أغادا بمشيئة الرحمن وأشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته